السلام عليكم كديرين لباس عليكم كنسمنتكم وباخير وعلى خير شحال هدي ما طلت عليكم اليوم ان شاء الله سجيس الفيديو جديد سراح لكم عارفين مع الواقس والمدرسة والدراري فاليوم جيت لكم بوصفة سهلة بزفت حضير وناجحة 100% سوف نحضر معكم بان دومي بالدقيق الكامل او خبز توست غزال بزف بزف كيف قرطب تقدري تحضره بالدقيق الابيض ان شاء الله سنحضره معكم ولكن انا كنتفضل نحضره بالدقيق الكامل نبدأ على بركتي الله الفيديو جديد او الوصفة جديد اليوم ثلاثمية غرام ديال القمح او الدقيق الكامل ميتين غرام ديال الدقيق الابيض بفورس معلقة صغيرة ديال السكر سنيدة جوش المعالقة كبار ديال زيت الزيتون عشرة غرام ديال الخميرة ديالعجينة و الملحة حسب الضوك هنا عندي معلقة صغيرة من السوحة وبنسبة الماء عندي ميتين وثمانين ميلي لتر بالضبط فكتقدرين تياح حسب العجين ديالك وحسب الطقيق انا هنا عندي ميتين ميلي لتر قفل عجينات جي مرخية ما تجيش قاسحة نخلط المكونات اللي عندي بكل البساطة كاملين مع بعدياتهم تقدرين تعجني بيدك وتقدرين تعجني بالعجانة طبعا ندر تدقيق القمح سكر سنيدة الملحة زيت السيتون والخميرة الملحة يعني انا نعجنهم بكل بساطة كاي عجينة نعجن مزيان مزيان ندلكوها مزيان وكما قلت لكم فقدروا تعجنوا في العجانة كتكون العجينة مرخية ما كتكونش قاسحة و في نفس الوقت ما كتكونش جارية يعني كتكون مطلوقة شوية بالنسبة لما ميتين وثمانين ميلي لتر بالضبط حسب الدقيق يعني تقدري تزيدي وتقدري تنقصي تبدأ بميتين وخمسين مثلا وتشوفي على حسب الدقيق ذلك يعني كما شفته معايا كبت المكامل حنتش عارفة نوعية الدقيق الأضياد اللي كان شريه ديما وبغيت نقول لكم بالنسبة لهذا المقادر او المكونات ليدرز فهي نفسها تماما اللي كنعجن بيها عادة الخبز ديالي بالنسبة للناس اللي متبعيني في الانستغرام ديما كندير الخبز ده سواء مدور صغير سواء بزرارة سواء كبير كندير خبزة كبيرة او كنديرهم بحل ديميني بغيت عاديين يعني ديميني بغيت عاديين فهدي نفس العجينة ديالي ما كنغيرهاش حاجة واحدة اللي كنغير بعد الخرص كندير الفينو طبعا كنديرو بالفينو او كندير قد الدقيق قد القمح يعني قد قد كما شفتوا معي العجينة بهذا الشكل كتكون مرخية شوية قد قد تقيقها قد قد طبوع قد قمح ونضعها في صغير وغطيتها بالبابي فيلم وامضعها في حجم وكذكرتها كنديرو تخمر على خطره وقلاشي ساعة هكك او تقدر تكون تقلي كندر دافية أشببه نضحها فيصد ما بعد الخوري بهذا الشكل هذا ف سطح العمل اللي غتخدميه فيه طبعا بكل سهولة غنخدمها كنتمنى تكون واضحة حين تكون الصورة هاد المرحلة اللي بغيت يديريها بالمدلك فكتقدر يديريها يعني ما كينتشي مشكيل بنسبة لي العجينة مرخية مطلوقة على خطرها فدرتها بيدتي هنصخر شوية العجينة باش تبين اوضح اني طالع مزيان ونكونوا دايرين الدقيق الكامل زعل كافي عفوا باش ما تلصقش لي العجينة في سطح العمل كان نكون مسأكدب اللي ما خليسه ما شغلتها بزاف وفي نفس الوقت ما شيرقيقات بزاف كين ما كتشوفو كان بدلوي بهات الشكل هذا بكل سهولة الان اخد بحالة الشكل ديال المولة اللي كان دير فيه الكيك طوي لصراحة ما عنديش شي حاجة خاصة بالبندوني فيه كان خدم دهنتو بزبدة من قبل وكيف ما كتشوفو درتو في الايناء اندير البلاستيكا بهذا الشكل هادا ما نزيرهش مليان حين تشغل ضاعف الحجم ديالها غتخمر نخليها وقتها الكافي كله والوقت اللي عندو معرفناش تقدر تكون ربع ساعة طلعت تقدر تكون مساعة وما نخليها تضاعف الحجم ديالها بهذا الشكل هذا نتأكد باللي خمرات العجينة ديالي يعني اتخليها تخمر على خاطرها ما تحتبش للوقت مني نشوف الحجم ديالها الضاعف اتكون يمسخنا الفران ميتين درجة يسخون مزيان مزيان ومن بعد من ينس بغي تخلي الفران تنقصي على درجة الحرارة وترضيها المئة وثمانين وتخليه طيب الصراحة كيتك ضغية ما كيشدش الوقت ضغية ضغية كي طيب بهذا الشكل هذا ساهل بزف بزف وانا متأكدة الي جربتوه غادي يعجبكم وغيجيكم ساهل بالنسبة للناس اللي عندها المول خاص بالطوست هي تقدر تديرو انا يما كنديرو شلف مول خاص لفتح حاجة كنديرو فهاد المول وكيصدق ليه زوين او الرطب كما شفته كيتك تخليه برد تماما عد كتجرده وبالنسبة اللي بغا تحتفظ في اربح كتقدري تلتي برد تماما عد تبتيليه بلاستيكا كييبقي يومين تلتيام زوين الرطب ما كيتراليه تشي حاجة كنت منا الوصفة ديالي دياليوما تكون عجباتكم وتكونوا شفتوا الفيديو احتل الخر شكرا لكم بزاف نتلقى ان شاء الله في فيديو جديد ونهار جديد وان شاء الله ما نغبرش عليكم السلام عليكم اشتركوا في القناة